مبروك للاتفاق فوز مهم في بداية مشوارة البطولة الخليجية الاتفاق لقز محير بوجود فريق إدارة النادي قدمت كل شيء للفريق استخطابات أجنبية على أعلى مستوى استخطابات محلية تقريبا هو والاتحاد هذا الموسم أكثر لنديا اللي استخطبت لعبين محلية وجميعهم لعبين لهم أسماهم في عندياتهم وسبق تنكيل المنتخب لكن فنيا يعني السؤال يوجه لإدارة نادي الاتفاق على أي أساس من الموسم الماضي وانتوا بتشاهد الفريق الاتفاقي تم تريدين مع سيد جيرار جيرارد اللاعب صورة فربول والمنتخب الإنجليزي ما أحد يختلف عليه لكن فنيا كمدرب ماذا قدم للاتفاق وجود الاتفاق فريقي يملك كل عوامل التفوق في أرض الملعب طريق يملك أسماء حتى الاستخطابات الأجنبية اللي حصلت في الفترة الشتوية الموسم الماضي كلهم لعبين لهم اسمهم سواء إيكانبين لمن كان مع أبهى أو مدران مع التعاون وشاهدنا مدران المستويات اللي قدمها مع نادي التعاون فوفانا مع نادي النصر وشاهدنا كذلك المستويات اللي قدمها مع المنتخب الإفواري في البطولة الإفريقية وكان أحد أبرز الأسماء وأهم الأسماء اللي كانت موجودة وحقق فيها المنتخب الإفواري في البطولة الإفريقية العوامل الفنية كلها متوفرة يتمنىها أي مدرد لكن إيش العمل المقدم في نادر الاتفاق موجود على إدارة الاتفاق تدارك الأمر بشكل سريع ترى الاتفاق مثل ما قلنا على التعاون حتى في البطولة الخليجية عطفا على الأسماء الموجودة سواء محلية أو أجنبية ترى الاتفاق قادر على تحقيق البطولة هذه بدون مبالغة ممكن بسهولة يعني ما احترامي لغالبية الفرق الموجودة في البطولة الخليجية لكن كقيمة فنية وكجودة لاعبين موجودة هي موجودة في نادر الاتفاق لكن فنيا هل جيرارد قادر على التعامل مع هؤلاء الأسماء كل المتطلبات اللي طلبها جيرارد من إدارة نادر الاتفاق إدارة سامر المسح التي تم توفيرها لكن العمل الفني داخل أرض الملعب ما شاهدنا الاتفاق من الموسم الماضي يعني الاتفاق الفريق اللي يملك تاريخ كبير بين الأندية السعودية هو الفريق يحقق بطولات خارجية الفريق اللي له كعبية جارفة في المنطقة الشرقية اليوم حتى الجماهير أصبحت يعني بعيدة على الحضور يعني ما بقول سابها إحباط إلا سابها إحباط من الأداء الفني اللي بتشاهده من فريقه فريق يملك هؤلاء الأسماء يعني تكلم أنت بوجود فريق في خط الوسط غير أندية الصندوق ما في نادي في المملكة يملك جودة لاعبين في خط الوسط مثل الاتفاق خط المقدمة تتكلم عن موسى ديمبلي كامبي اللاعب المرازيلي الجديد كوستا هذا واضح أنه لاعب يملك إمكانيات كثيرة لكن التوظيف هي على إدارة الاتفاق التحديد يعني هل جرار مستمر مع الفريق أو يعني معالجة الأمر هذا سريعاً الاتفاق يملك كل عوامل التفوق لكن للأسف فنياً ما هو المالقي المدرب الذي قادر يتعامل مع كمية الأسماء الموجودة في الفريق نقول مبروطي بالفريق الاتفاقي هذه البداية المهمة في البطولة الخليجية وبإذن الله تعالى قادر على الاستمرارية فيها إن شاء الله شكراً للمشاهدة